وامي عندها كان مرض الموت مثلا 12 سنة 15 سنة وما بحصلاش حاجة ست مقبل على الحياة رغم ان هي مش فارب عاي حاجة من درجة الدكاترة كانوا بيقولولها انت مش عايشها يعني ملكيش علاقة بالكتب الطب انت عايشها بالقدرة من كترب ما هي كانت شخص ما بيهمهاش راحت عمرة فا راحت في مركب فالدكتور قال لي لو رجبت المركب هتموت رغم ازيتلي علت لي سيباك منه والراجل قاعد ثم مرة من مرات قال لي اجيب الاسعاف حالا عشان تاخد امك ابوها وامي اللي اتنين بيحبوش الحاجات دي خالص حبوش الشودة بتاع الحاجات دي هيت تماما يعني فحلفت انها مش هتروح فاختي قالت له انا ساكنة جنبك كان الدكتور فعباس على قد واختي ساكنة نصر قال لها خلاص تيجيلي كل يوم امك تجيلي كل يوم قبل معادل عياد طب تمام قلنا لها بس مشكلة ان اختي ساكنة في الدور الرابع ومفيش قصة نصير قالت شلوه على كرسي طيب وصلنا بالعربية انا دهت على ابن اخت عشان ينزل بكرسي فقال لي حاضر بابا لتفت ملقة شومي خدتها جاري على السل ما بتحبش هي الحاجات دي هتخلص يعني فكانت تماميا منكتر ان احنا مش مصدقين انها ماتت اخويا ادالها حونة انسولين ومات افتكرناها غروب سكر او حاجة او كلام ده فقلت له لا يلح لله طب عامل ايه قال له ايه ولا حاجة انا بس ما ديك خبر اللي احنا هنخلص كل حاجة قلت له على مركة لايه يعني ايه طب ايه انا مش عارف كان اول حد موت في العيلة يعني اي حد قريب اول حد قريب كده مش عارف اعمل ايه ما عارفش افكر يا فروحت امكلم زوجتي فهي كانت بتحب امي اوي فقعدت تسرخ في التليفون والكلام ده فافهميني اسمعي 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 مفيش روحت اقافل سنكفرشها وروحت امكلم واحد صاحبي من العقلين يعني اه قلت له انا امي توفر دلها دي وانا في القطر مش عارف اعمل ايه القطر لسه متحركش قال لي المصرحية الساعة كان قلت له تسعب الليل قال لي عندك ياابل المصرحية قلت له ما فيش حاجة قال لي نزل فورا من القطر فانزلت من القطر وجريت خد تاكسي وروحت مروحة لالبيت انا مكنش متخايل ازاي ممكن مدفنش همي وماقدرتش عزيها يعني دفنتها وسافرت تاني يوم عشان اعمل المصرحية وكان على الحظ الاستاذ عصام الساعد المخرج كلمني عزيني وقال لي حبي ما تجيش النهار ده قلت له ازاي وعندنا مصرح قال لي لا ده المصرح بكرة بس انا مكنش اعلكو عشان محدش فيكو يدلع النهار ده كان جنرال وبكرة العرض فانت هتيجي بكرة فاخويا لما حجز الضر المناسبات والكلام ده كان تاني يوم بس باحمد رب ده عز وجل ان دفنتهم لان لو كانت المسألة فيها عاقب ومش لوحدي فانام محمد ريضا دفن ابنه وراحه ويفعل مسرح ده تقال اكتر من مرة فانامين كتير او بعملوا كلام ده مش لوحدي ده بتحصل كتير يعني فما كنتش متخايل يعني انها ازاي فالحمد الله يعني الشهارة بيقول للدفن اني دفنتها والحمد لله روحت بعد كده عملت مسرح وكان مسرح المسرحية الاهل بكوات مجهده جدا كان فيها كوبيديا وكان فيها شغل كتير والكلام ده يعني اسعد عشر تيام قضيتهم في حياتي في اسكندرية لاني ما كنتش بفوت فرد في المسجد ودالها لان انا لأسف الشديد ساعت لأسف يعني بفوتني صلاة كلام ده بصلي في البيت بكسل صلي في لوكيشن فكنت عاديم في شقة انا و تايسون والاتنين اللي قلت حضرك عليهم اجريين شقة كده لان مش هنقدر في قتيل لاني كان اجرينا قليل جدا فكنا اجريين شقة صغيرة كده على البحر جنب المسرح جي سويت بكت كل يوم انزل اصلي الفرد في الجامع وارجع على القوضة قافل على نفسي كده وعايش مع عمي بقى زي ما بتقل وارجع اصلي يوم تقل فدخلت سألت الشيخ بتاع المسجد قلت له انا امي تقفت ومفورت في البكاء يعني وعاوز اعمل اي حاجة فقال لي المسجد مش محتاج حاجة بس عطلنا شوية تلمبط فروح تجايب شوية تلمبط الكلام ده كان على العصر على العيشة ليتو بندهلي قال لي امك كان انت قولي يا صلحة فانا بقوله لي قال لي اقسم بالله يابني اللمبط كلها لا على حامي ولا على بارد كلها ضربت كلها زوعد عشان اللمبط امك تجرب قال لي اللمبط دي بنساعد بعملنا المسجد بمسجد جديد ما اشتكتش اقول انت ما جبت اللمبط اقسم بالله يابني اللمبط كلها ضربت عشان اللمبط وما كتير كان في الجميع صلحانك ربيان